السلام عليكم في يوليو عام 1967 كشف الاتحاد السوفيتي عن الطائرة المقاتلة الجديدة ميج 25 واللي كان ظاهر في الوقت ده انها مقاتلة خارقة جديدة وبدأ الامريكان والغرب بصفة عامة يشعروا بالقلق من طائرة السوفيتي الجديدة اللي تستطيع الوصول لسرعة 3 ماخ بسهولة وكانت الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي بينهم صراع شارس من اجل التفوق الجوي في الحرب الكورية كانت الطائرات المقاتلة المبكرة مثل ال F-86 الامريكية والميج 15 السوفيتي اشتركوا في معارج جو جو شارسة كلهما كان طائرات نفاسة خفيفة الوزن ومصممة للقتال الجوي القريب ولكن بحلول منتصف الخمسينيات من القرن الماضي بدأت التقنيات الجديدة في إحداث تحول جزري في تصميم الطائرات المقاتلة حيث يمكن لرادار جديد وقوي اكتشاف العدو من مسافات أكبر بكثير بينما يمكن للصواريخ الموجهة اللي تم ادخالها حديثاً أن تضرب أهدافاً على بعد عدة كيلومترات المخططين العسكريين أصبحوا مقتنعين بأن المعارك الجوية في المستقبل ستكون أبعد من المدى المرئي حيث لن يكون العدو أكتر من مجرد صورة ضوئية بعيدة على شاشة الرادار وهذا يعني أن أحدث طائرة مقاتلة وكانت في الوقت ده F4 فانتوم لم تعد خفيفة أو رشيقة كانت الطائرة محملة بشكل كبير بالصواريخ وتحمل رادار قوي وكان الخبراء العسكريين في ذلك الوقت يعتقدوا أن القتال الجوي القريب عفى عليه الزمن ولكن في الواقع الأمر ده كان بعيد تماما عن الحقيقة في حرب فيتنام تم وضع القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية على المحك لأن الأمور لم تسير بصورة جيدة للأمريكان كما هو مخطط له كانت السماء فوق فيتنام مزيج فوضوي من طائرات العدو والطائرات الصديقة وأثبتت الأنظمة المصممة لمساعدة الطيارين على تحديد طائرات العدو أنها غير موسوقة مما أكبر الطيارين على الاقتراب لتأكيد كل هدف بطريقة بصرية باعتة وفي الوقت ده لم يتم تدريب الطيارين الأمريكان على القيام بذلك وكانت صواريخ طائرات الفنتوم غير دقيقة بشكل ميقوس منه مصممة لأهداف أكبر على ارتفاعات عالية في البداية 14% فقط أصابت أهدافها وعندما فشلت الصواريخ ترك الطيارين الأمريكان بلا حماية لأن طائرات الفنتوم في الوقت ده تم بناءها بدون بندقية للقتال القريب وكان بيتم رصد طائرات الفنتوم الكبيرة في الحجم والأقل قدرة على المنورة بسهولة وكان بيتم إسقاطها بسهولة بصعوبة شديدة جدا احتفظت طائرات الفنتوم بنفسها في المعارك الجوية فوق سماء فيتنام وفي حرب فيتنام أيضا كان بيتم إسقاط الطيارين الأمريكان بمعدلات كبيرة تنزر بالخطر وكان واضح جدا أن عصر القتال الجو القريب بين الطائرات لم ينتهي بعد حاول الأمريكان فرض السيطرة الجوية فوق فيتنام بتجهيز طائرات الفنتوم بمدافع جاتلينج وتدريب الطيارين على الاشتباك في القتال الجو القريب وتحقيق التفوق على طائرات الميج ولكن كانت هذه الحلول حلول مؤقتة القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية في الوقت ده كانت بحاجة إلى مقاتلة تفوق جوي جديدة طائرة مقاتلة مخصصة للقتال الجو القريب طائرة قادرة على السيطرة على ساحة المعركة وكان على الأمريكان التحرك بسرعة لأنه في عام 1967 كشف الاتحاد السوفيتي النقاب عن المقاتلة الجديدة الشهيرة ولم تكن مثل طائرات الميج القديمة اللي كانت بتتعامل معها طائرات فنتوم في فيتنام وكانت هذه المقاتلة هي الميج خمسة وعشرين المقاتلة السوفيتية الجديدة وهي الميج خمسة وعشرين تم تصميمها من أجل القدرة على المنورة القصوى مع محركات ضخمة وأجنحة كبيرة الحجم توقع الخبراء الأمريكان أن السوفيت كانوا بيستخدموا مواد متقدمة خفيفة الوزن إلى جانب أنظمة رادار وأسلحة متطورة جديدة وبعد بضعة أشهر قام السوفيت بعمل قفزة قياسية جديدة حيث قامت الميج خمسة وعشرين بتحقيق رقم قياسي جديد في السرعة والارتفاع وشعر المسؤولين عن القوات الجوية الأمريكية بالألأ من الطائرة ميج خمسة وعشرين وفي الوقت ده تقريبا وضع سلاح الجو الأمريكي أخيرا أمامه بناء مقاتلة تفوق جوي على أحدى استراز في عام 1968 وفي هذا العام عام 1968 تمت دعوة مصمم الطائرات الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم مقترحات حول الطائرة المقاتلة الجديدة وفي ديسمبر عام 1969 تم منح عقد بناء المقاتلة الجديدة لشركة مكدونالد دوجلس وبناء على توصيات قيادة القوات الجوية الأمريكية تم تصميم الطائرة F-15 من الألف إلى لياء للهيمنة التكتيكية الكاملة في أي مجال جوي وكانت الطائرة الجديدة قادرة على كسر حاجز الصوت حتى أثناء الطيران إلى أعلى بسرعة قصوى تصل إلى أكثر من 2.5 ماخ وهتكون الطائرة F-15 أسرع طائرة مقاتلة تنتجها الولايات المتحدة على الإطلاق ومن أجل أداء أعلى تم تزويد محركات الطائرة F-15 بمداخل هواء متغيرة مع نظام تحكم في مدخل الهواء عن طريق الكمبيوتر ويتم ضبطه لضمان تدفق الهواء الأمثل بأي سرعة أو زاوية هجوم وتم تركيب قمرة القيادة عالية في جسم الطائرة مع مظلة توفر رؤية رائعة بزاوية 360 درجة مع شاشة رقمية صغيرة للرأس مدمجة مع الرادار وإلكترونيات الطيران وتم تركيب 8 صواريخ من طراز سبارو وسيد ويندر تحت الأجنحة وعلى طول جسم الطائرة ولكن إذ اشتبكت الطائرة في قتال جوي قريب فقد تم تزودها بمدفع رشاش من نوع جاتلينج عيار 20 مليمتر يمكن لهذا الرشاش إخراج 6000 طلقة في الدقيقة بواسطة هذا المزيج الرائع من القوة والسرعة وخفة الحركة كانت الـ F-15 جاهزة لكسب مكانتها كواحدة من أعظم وأفضل الطائرات المقاتلة التي تم صناعتها على الإطلاق وتم الكشف عن النموذج الأولي للطائرة في يونيو عام 1972 بعد ثلاث سنوات فقط من إعطاء مكدونالد دوجلس الضوء الأخضر لبناء الطائرة وخضعت المقاتلة الجديدة لبرنامج اختبار شامل وكان عليها إثبات نفسها مقابل أفضل الطائرات الأمريكية الموجودة في الوقت ده وخاضت الطائرة F-15 تدريبات جوية قاسية ضد طائرات الفنتوم وكانت الـ F-15 هي الأفضل بمراحل وفي عام 1975 قرر قادة سلاح الجو الأمريكي إرسال رسالة إلى الاتحاد السوفيتي حيث قام المهندسون الأمريكان بتجريد الطائرة F-15 من مكوناتها المهمة وغير المهمة حتى أنهم قرروا إزالة الطلاق الخاص بالطائرة لجعلها خفيفة قدر الإمكان في الهواء البارد الكسيف في نورس داكوتا وقدرت الطائرة F-15 من أنها تحقق أرقام قياسية جديدة واستطاعت أن تصل إلى ارتفاعات عالية جدا حوالي 30 كيلو متر ووصلت إلى حفة طبقة الاستراتوسفير ولم يقتصر الأمر على أن طائرة F-15 تغلبت على الأرقام القياسية الخاصة بالميج 25 بل أن الطائرة F-15 قامت بتخطيم هذه الأرقام كانت الطائرة F-15 إيجل واحدة من أنجح برامج تطوير المقاتلات في التاريخ بحلول عام 1974 كانت المقاتلة بالفعل في الإنتاج الضخم مع أكتر من 400 مقاتلة في وقت مبكر الطرازين A و B من المقاتلة F-15 كانوا مطلوبين لسلاح الجو الأمريكي وفي الوقت ده حرص حلفاء أمريكا أيضا على الحصول على الطائرة الجديدة وكان أول مشغل للطائرة F-15 هو الكيان الصهيوني في عام 1976 تليها اليابان بعد ذلك بعامين كانت المملكة العربية السعودية وفي الوقت ده تقريبا قامت قيادة القوات الجوية الأمريكية بنشر الطائرة F-15 في القواعد الجوية لألمانيا الغربية وإدرت الطائرة F-15 من أنها تحقق أكتر من 100 انتشار جوي دون هزيمة واحدة وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل من قبل أي مقاتلة في التاريخ وسيتم أيضا تطوير ال F-15 إلى طائرة هجوم أرضي هائلة وفي يناير من عام 1991 كان العالم مع حدث فريد من نوعه وجه الطائرات الميك 25 العراقية الطائرة الأمريكية F-15 وجها لوجه فوق سماء بغداد ولم تكن النتيجة ما كان يمكن لأي شخص أن يتوقعها لأن ما افتقدته الميك 25 في القدرة على المنورة عوضته بالقوة الغاشمة باعتبارها أسرع مقاتلة في كل الأوقات وسيستخدمها الطائرين العراقيين لمصلحتهم في وضع خطة جريئة لعمل كمين لطائرات F-15 أثناء قيامهم بدوريات فوق بغداد لكن شرح اللي حصل فوق سماء بغداد وإزاي استطاع الطائرين العراقيين إسقاط طائرات F-15 هنتكلم عنه في فيديوهات قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر